يتواصل توافد المصريين وبعض مواطني الجنسيات الأخرى من الأراضي السودانية إلى معبري أرقين وقسطل الحدوديين حيث تتوافد الحفلات التي تقل الوافدين وسط استمرار التسهيلات والتعزيزات التي تقدمها السلطات خاصة الخدمات الصحية التي تقدم من خلال العيادات المتنقلة التي دفعت بها وزارة الصحة لتقديم الدعم الصحي والطبي للمصريين والجنسيات الأخرى وللمزيد من المتابعين ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصرية زميل محمود جميل محمود يعني بعد التحية صف لنا الأوضاع لديك نعم مرنا بعد التحية يعني لازالت الجهود المصرية مستمرة في تقديم كل الكدمات للأشقاء السودانيين الذين يتوافدون عبر معبري قسط الوارقين وميناء بوسمبل النهري هذه الخدمات تأتي على رأسها التسهيلات التي تقدم لهم في دخولهم حتى مع وجود الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الخارجية المصرية وهنا نود أن نؤكد على بعض النقاط الهامة أن الإجراءات الجديدة التي تؤكد وضرورة وجود تأشيرة إلكترونية مميكانة للأشقاء السودانيين الذين يتوافدوا عبر معبر قسط الوارقين هي إجراءات تنظيمية لتنظيم دخول السودانيين إلى مصر بسبب أنه لوحظ خلال الفترة السابقة بعض الأنشطة الغير قانونية لبعض المتلاعبين في هذه التأشيرات وأيضا تزويرها على الحدود من الجانب السوداني مستغلين بالطبع هذه الأوضاع لكن تم التأكيد على وجود هذه التأشيرات لتنظيم عملية الدخول بشكل أكبر وهذه الإجراءات تتم وتم استحداثها بالتعاون والتشارك بين الجهات القنصلية المشتركة التي يتم التواصل بين مصر والسودان في استحداث هذه الإجراءات ومتابعتها وفي هذا الصدد أكدت وزارة الخارجية موافاة القنصلية المصرية في السودان بالأجهزة الإلكترونية لإنهاء هذه الإجراءات وهذه الأوراق بسهولة وبشكل دقيق ومؤمن وفي سرعة تامة تسهيلا على الأشقاء السودانيين في وادي حلفة الذين يتقدمون أو يتوجهون إلى مصر وفي هذا الصدد يقدم لهم كل التسهيلات الممكنة بمجرد أن تطأ قدماهم معبر قسطل من النحية المصرية تسهل لهم الإجراءات في المصلحة الجوازات بمضاعفة الأطقم العاملة في الجوازات في معبر قسطل والتسهيل أيضا على كبار السن والتسهيل على ذوي الهمة وتقديم كل الخدمات اللوجستية والغذائية المختلفة مع تسهيل وجود الحافلات التي تنقلهم من معبر قسطل وصولا إلى ميناء أبو سنبل النهري وفي هذا الصدد أيضا نؤكد أن مصر هي من أكثر الدول التي استقبلت الأشقاء السودانيين بجوار كل الدول المجاورة للسودان وهذا بشهادة السودانيين الذين نتحدث معهم فمصر استقبلت خلال أكثر من خمسين يوم على بدء الاشتباكات أكثر من مئتي ألف وافد من الحدود عبر معبراي قسطل وأرقين بالإضافة إلى وجود ما يقرب من خمسة ملايين سوداني على أرض مصر فبالتالي مصر لازالت تواصل تقديم كل التسهيلات وكل الخدمات المختلفة للأشقاء السودانيين في كل المحطات التي يمرون بها بدءا من معبر قسطل وأرقين وصولا إلى موقف كاركر الدولي وأيضا في محافظة أسوان تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كل العون والمساعدة للأشقاء السودانيين حسنا مرسلة تلفزيون المصرية زميل محمود جميل كنت معنا من أبو سنبل شكرا جزيلا لك